السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعاً أينما كنتم اليوم أود أن أتطرق معكم إلى موضوع قد نتعرض له في حياتنا اليومية يعني هذه الصفة قد تفرضها علينا بعض الظروف فنكون في محل اختبار كبير أو نراها واضحة في سلوك بعض الأشخاص الآخري الذين يشعرون بالحرج من كشف حقائق أفعالهم وتصرفاتهم فيلجأون إلى التوري أو الكذب في بعض الأحيان لإخفاء هذه الحقيقة على سبيل المثال عندما يكتشفوا الأبوان سلوكاً غير مرغوب فيه عند أحد الأبناء أو عندما يكتشفوا الزوجة أو الزوجة مثل هذه التصرفات الخاطئة عند شريك حياته وهنا تبدأ محاولة إخفاء الحقيقة والتضليل عند الطرف المقابل حتى يتخلص من هذا الحرج الذي وقع فيه وهناك نوع آخر من التضليل وإخفاء الحقائق أكثر تقدماً من النوع الأول لو صح لنا التعبير الله يبعد عننا وعنكم ومن يقوم به هم عناصر ضارة ومؤذية في المجتمع كمحاولة تضليل الرأي العام أو استخفال بعض الأشخاص من أجل الحصول على بعض المكاسب ولكن ثق حتى لو تحصل هذا الشخص على هذه المكاسب فإنها في المستقبل القريب ستكون علامات واضحة على سوء أفعاله وتكون شواهد على فشله بالاختبار الإلهي لأن حبل الكذب قصير كما يعبره وبالعكس من ذلك تماماً فلو كان نفس هذا الشخص صادقاً في أفعاله وأقواله لارتفع هذا الحرج وأكثر المشاكل التي يسببها الكذب والتضليل من حياته ولأصبحت المكاسب والنتائج الإيجابية التي يطلبها من خلال هذا السلوك حاضرة بين يديه وكمثال على هذا المضمون أنقل لكم هذه القصة التي وجدتها ضمن مجموعة مكتوبة نقلاً عن شاشة إحدى الفضائيات ورابط هذه المجموعة القصصية موجودة في الوصف كالعادة في إحدى البرامج التلفزيونية كان المذيع يعرض حالة مرضية لشاب في مقتبل عمره يعاني من مرض فتاك ويلزمه إجراء عملية جراحية في الحال ولا يملك شيئاً من تكاليفها مما جعل ذويه يتواصلون مع المذيع لمساعدتهم لإنقاذ حياته بأسرع ما يمكن وأثناء الحلقة إنهالت الاتصالات على المذيع بالتبرعات وكل بحسب مقدرته وكان من أغرب المكالمات التي وردت للبرنامج شاب اتصل وتبرع بعشرين جنيهاً وبالطبع إنه مبلغ زهيد للغاية سأله المذيع عن سبب قلة المال الذي تبرع به وأنه كان في غنى عن فعل ذلك فأجابه الشاب بصوت يغلبه البكاء ولكنها نصف ما أملك فأنا عاطل عن العمل ولم أفعل إلا ما أمرني به ضميري وديني وكانت المفاجأة لجميع المشاهدين والمتابعين والمذيع نفسه أن المتصل بعد الشاب أعلن عن تبرعه بمبلغ عشرة آلاف جنيه خمسة منها للمريض وخمسة للشاب نفسه وانهالت الاتصالات ومعظمهم يعلن عن نصف تبرعه للمريض والنصف الآخر للشاب العاطل عن العمل وبنهاية الحلقة كان المريض قد تمكن من جمع مبلغ من المال يفوق المبلغ المطلوب لإجراء العملية الجراحية والشاب أيضا جمع مبلغا من المال ولمصداقية البرنامج تعين عليهم استضافة الشاب الفقير العاطل عن العمل في الحلقة التي تليها وإعطائه المبلغ الخاص به قص الشاب أثناء الحلقة عدم حصوله على فرصة للعمل على الرغم من مؤهلاته العالية عندما سأله المذيع وكان البرنامج يعرض على الهواء مباشرة فجاءت اتصالات على الشاب من رجال أعمال يعرضون عليه العمل بشركاتهم وفعلا حصل هذا الشاب على فرصة عمل وطبعا هذه القصة على ذمة الناقل والعبرة منها أن صدق النية مع الله دوما في القول والعمل لها أثر كبير في كل الحياة ومن ثم عند لقاء الرحمن نسأل الله لنا ولكم النجاح في كل الاختبارات التي يمتحننا الله سبحانه وتعالى بها اشتركوا في القناة